نقمح ساحد يفكروا أنا عايزة فيلفل الموضوع كده أنت كنت عايزة تقول إيه يا مراد أكل لكل شعب ممكن تفهم منه شخصية الشعب الشخصية العامة للشعب من أكله الأكل الخفيف السريع يدي لك إيقاع الشعب اللي بيأكل الأكل ده من الأكل تفهمي إيقاع الدولة اللي أنت فيها ده حقيقة إحنا ما بنهتمش بتراثنا حتى التراث اللي هو سيبقلنا أجدادنا من حجر برضو ما بناخدش بنا منه أنتو كلكم رجعتوا سندويش لأ عشان نتكلم بس عشان مش يبقى نتكلم وحيب نأكل أنا مش هرجعه ومش هتكلم أخلص الجملة دي قد قسيبك بقى يعني مش مهتمين برضو بالحجارة زي ما المفروض نهتم إنما مش مهتمين بالباقي بقى ما هو التراث مش حجارة بس ومش شعرة بس الأكل تراث وتراث مهم جدا لأنه تراث يمس كل شخص من الشعب في أي دولة إنما إحنا ما طبعنا شخصيتنا يتقال عليها إيه من الأكل بتاعنا مزجنجية الكرمة مزجنجية وكرمة سيبك من دي الكرم ممكن تأخدها من حاجات تانية غير الأكل إنما نوع أكلك وطريقة طبخه بيقولك حاجة مهمة جدا إن ده شعب كييف ما يكلش ملو بطل حتى لو ده بيحصل دلوقتي عشان إقاع العصر تغير ولكن أصل المطبخ المصري أو الأكل المصري البيتي يبقى إيه لك إن إحنا شعب يتمزج ما يلغش أنا كمان كلتة أكل في السعودية طعمه حلو جدا جدا اللحوم والرز اللي بيتعمل والبهارات برضو والكلدة اللي إحنا بنكلها دي أنا بس سبتها دلوقتي علشان إيه بس سبتها بس سبتها هو فعلاً ما يعرفش أنا أحادي اللي ما يعرفش شريف والله ما كنت أعرف هو برضو مرض ما يعرفش وما يمحد يعرف لأنا عاملها يعني عايز أقول لك أنا كان عندي هوا الصبح النهاردة وبعد الهوا بشوية فكر أروح لشريف المونير وقسمة بإيه أنا بشوف الناس تخشتك بورد وأشوف الناس تخشتك بشعب بإيه وأنت تخش بكبدة على طول وأنت بتحب الكبدة يعني آخر مرة أنا وأنت كوني مصر كبدة مع بعض وضيئة جداً